أهلا بكم سنتعلم تصريف فعل دو والفرق بين ديد و دو في الإنجليزية ديد هو للماضي كما ترون هنا I did فعلت You did أنت فعلت He did هو فعل She did هي فعلت He did لغير العاقل You did أنتم أنتنا فعلتم We did فعلنا They did فعلوا I do أنا أفعل مثلا أنا I do my homework أنا أقوم بواجباتي المنزلية You do أنت تفعل أو أنت تقوم He does She does كما تلاحظون هنا He she it نستخدم Does فقط في هذه الحالات الثلاث You do We do They do يفعلون إذن هنا المضارع الحاضر إذا أردت أن تتحدث عن الماضي تستخدم did المستقبل المستقبل I will do سأفعل I will do my homework I will do sports I will do the dishes You will do ستفعل أنت He will do سيفعل هو She will do ستفعل It will do You will do She will do They will do شكرا على المجاهدة وإلى اللقاء إن كنتم ترغبون في فيديوهات قصيرة مثل هذا النوع أكتبوا ذلك في التعليقات وسأستمر على هذا المنوال أما إن أردتم أن يكون الفيديو طويلا سأقوم بفيديوهات أطول إلى اللقاء I will do